السلام عليكم طلاب الصف الخامس العلمي اليوم إن شاء الله نشرح موضوع مراجعة طبعا هو بالأدب الشاعر المتنبي عندنا بعض الأسئلة تخص الشاعر المتنبي السؤال الأول مثلا من هو المتنبي ومتى ولده أو أقدر أقول من هو المتنبي ومتى ولده وكيف نشأه ومع من التقى من الأمراء فنشوف إحنا حسب السؤال من هو المتنبي هو أبو الطيب أحمد بن الحسين من سلالة عربية صميمة من هو المتنبي هو أبو الطيب أحمد بن الحسين من سلالة عربية أصيلا أين ولده أو متى ولده ولده بالكوفر سنة 303 هجرية في محلة كند من أبوين فقيرين كيف نشأ نشأ بها وتعلم في كتاتيبها ثم شد ما تيسر له من العلوم العربية المختلفة وارتقى للخروج إلى البادية واتصل ببعض القبائل العربية فصح جسمه وصف ذهنه وأخذ عنها اللغة واكتسب الفصاحة وعشق الحرية ففصح لسانه وتأثر بالعلوم الحديثة عندما ارتقى الخروج إلى البادية فاتصل ببعض القبائل العربية فهنايا صارت عندها فتفائدة أنه فصح جسمه وصف ذهنه أخذ عنها اللغة أكتسب الفصاحة وعشق الحرية أيضا ففصح لسانه وتأثر بالعلوم الحديثة عندك سؤال آخر يقول ومع من التقى من الأمراء التقى بأمير عربي شجاع هو سيف الدولة الحمداني ما هي صفات المتنبي؟ طبعا هي احنا عدنا موجودة بالشرح زينا نسوتها نقاط تشوف انت بعد ريد تحفظها بشكل نقاط ريد تحفظها بشرح كلها صحيحة صفاته هو كان كبير النفس عالي للهمة عفيفا عزوفا عن اللذات مجغولا بطموحه إلى المجد محبا لقومه حاد الذكاء قوي الحافظة متضلعا من اللغة ما الذي يميز شعر المتنبي عن باقي الشعراء؟ كان يتميز شعر المتنبي عن باقي الشعراء بالأمثال والحكم إذن شو تقول هو أكثر الشعراء حفاوة بالأمثال والحكم حتى تكاد تضغى على أكثر ما أثر له من الشعر وقدر له أن يعرض هذه الأمثال والحكم عرضا أدبيا رائعة إذن كان أكثر الشعراء هو يخص الأمثال والحكم ما الأغراض الشعرية التي أجاد بها الشاعر؟ هذه الأغراض الشعرية التي أجاد بها الشاعر زين؟ أول شيء عندك المدح الفخر الوصف الرثاء الغزل هذه كل يتهم الأغراض الشعرية التي أجاد بها الشعر سؤال آخر ما سبب التعقيد اللفظي في شعر المتنبي زين؟ أكوشان أكو فالتعقيد اللفظي في شعر المتنبي ليش؟ لماذا؟ بسبب ثقافة اللغوية الواسعة التي اخترفها من حياة البادية احنا قلنا هو ارتقى الخروج إلى البادية زين؟ فهنايا لما نعاش فترة بالبادية فكانت ثقافة اللغوية كلش واسعة اخترفها من هذي من حياة البادية فصار عدة تعقيد لفظي بشعره ما أهم آثار الشعرية له ديوان مطبوعة شرحه الكثير منه الشعر حي هذه بعض الأسئلة اللي تخص المتنبي شعر المتنبي بعد عدنه ما المناسبة التي قالها التي قال بها الشعر قصيدة زين شعر كل شعر من يريد يقرأ قصيدة فلاكو فاد مناسبة معينة يقرأ بها القصيدة فهناي المناسبة هذه الأبيات التي قالها المتنبي في مصر كان طريح الفراش زين بسبب إصابته بحمة وهو يهم الرحيل عن مصر بعدين أساءت علاقته بحاكم مصر زين عما يتحدث الشعر بأبيات العشرين السابقة للنص المذكور هذا السؤال موجود بالتعليق النقدي هنا يتحدث الشعر فيها عن فروسيته وأنسه بالصحراء ومعرفته بحقيقة الناس وزيف مشاعرهم وفخره بفضائله وحسبه لا نسبه وبأسف لما صار عليه الناس من لوم وحسد لا يتناسب أحيانا وأصولهم الكريمة ثم يشكو مما اعتراه من ضعف ووهن مع قلة الصديق وكثرة الحاسد وصعوبة المرام والطلب إذن هنا الشاعر اللي عاشه زين راد يسوي في البيت شعري أو مجموعة من الأبيات الشعرية زين فهنا يوصف إنه كانوا زيف الناس ومشاعرهم كانوا يعاملوا معاملة غير جيدة أيضا دائما يلومون يحسدو زين هذا كله تجسده بأبياته العشرة زين كانت عدة قلة من الأصدقاء وكثرة من الحسات سؤال آخر كيف مهد الشاعر لمقطع وصف الحم طبعا هذا المقطع اللي هو إن شاء الله حنحفظه الأبيات الشعرية هنا وصف حالته النفسية مليئة بالأحباط المفعمة بالمرارة والخيبة ويمهد للمقطع التالي وصف الحم هذا تمهيد حافل بأبيات الحكمة هاي أبيات الحكمة هي اللي نحفظها إن شاء الله زين هنا يتكلم عن حالته النفسية كان مصاب بالحمة زين وأيضا هذه الأبيات بعد ما تكلم عن حالته النفسية أيضا كانت مشحونة بالعاطفة القوية سؤال آخر يقول ما أسلوب المتنبي في هذه القصيدة هنا أسلوبه كان يعتمد على المفارقة الغريبة والاستعارات الغير مألوفة واللغة الجزيلة تكون لغة جزلة فصيحة المتدفقة ومفعمة بالعواطف الحارة هنا كانت مستقات من تجارب أليمة زين ليش لأنه شاف هنا مثل ما قلنا قلت الصديق كان عندي كانت عدة كثرة من الحسات فهنا كلها جستها زين بهذه القصيدة سؤال الدعاش ما سبب اختيار المتنبي قافية الميم المكسورة شوي انتبهونا على هذا السؤال سبب اختيار المتنبي لقافية الميم المكسورة بسبب إيحاء بالصوت المنكسر الموحي بالضعف زين بسبب الإيحاء بالصوت المنكسر الموحي بالضعف عندك سؤال آخر ما دلالة لفظة ملومكما في المطلع عندك عند الشعراء استعمال لفظة العذل بدل اللوم زين بس هنا أراد الإيحاء الصوتي المناسب لحالة الحزن والانكسار فبدلها بيش باللوم زين لأنه كان كل شعر منكسر وحزين زين هذه الأسئلة أتمنى تحفظوها كلها تخص الشعر المتنبي حياته نشأته أين أوليده بما نلتق بعد التعليق النقد طبعا سوتها على شكل الأسئلة قدنا هذه الأبيات الأبو الطيب المتنبي في وصف الحمى وزائرتي كأن بها حيان فليس تزور إلا في الظلام هنا يده يتكلم على يمن يتكلم على الحمى التي اختارت وقت الليل زين اختارت وقت الليل زين بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي وين عافت الفراش وعافت كل الأماكن وين باتت باتت بعظامة يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتوسيعه بأنواع السقامي كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة انسجامي وراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهامي هذه الأبيات إن شاء الله تحفظوها وانتوا إن شاء الله حافظيها هذا كل ما يتعلق بالشاعر المتنبي ترجمة نانسي قنقر